السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة دي من حلقاتنا و طبعا انتو عارفين ان انا كل فترة لازم اغير المعجون الحراري لكرت الشاشة طبعا مش الكروت الجديدة ده كارت قديم بقاله عندي حوالي اربعة او خمس سنين فمش اشكال اي نعم ثمن وغالي شوية يعتبر دلوقتي في حدود اربعة تلاف جنيه واللي هو ال جي تي اكس تسعمية وستين اربعة جيجا نسخة الاربعة جيجا بس ايه تعالوا واحدة واحدة ايه تعالوا بتحذير لو انت متقدرش متعملهاش ان شاء الله فوق على اليمين هتلاقوا حلقات كروت الشاشة وحلقات انواع المعجون المناسبة واسعارها وكمان هتلاقوا حلقات على ازاي تغير المعجون بالزبط وبالتفصيل على كل حاجة هتلاقيها لقى اللي هاسيبها لكم في صندوق الوصفة تحت لقى اللي هاسيبها فوق على اليمين في حرف الاي و هنغير له كمان لان زي ما شايفين السيرمل باتز بتاعته اتدمرت فما بقتش اتبرد خالص وفي نفس الوقت بقت كمان بترفع درجة الحرارة وخلاص بقت كلها اتربة طبعا دي انا جايبها من البول البستان السيرمل باتز الجديدة ومعايا طبعا نكتوة اللي هو المعجون الحراري فخلي بالك لو انت مش قدي الموضوع متعملهوش وهو هتعمله في كارتة حديث الكلام ده في الكروت القديمة عندك كارتة قديمة اوكي لكن كارتة الحديث لو جايب كارتة لسه جديد وبقى له سنه سنتين لا الدنيا تمام معك الا لو انت مستبيع والموضوع مش فرق معك ما نراهي السيرمل باتز ويبقى عليها طبقة من الورق من الناحيتين فتخلي بالك وانك تضعك بالورق لانك تضعها در ورق بلاستيك طبعا نحن شايفت الفرقة ما بين الاجيم موضوع لما تيجد تضع السيرمل باتز الجديدة نعليها طبقة بلستيك من الناحيتين لعشان ترحميها من الاتربة فتشيلها من ناحيتين هتحطها كده و بالمنظر ده بقى انت شكرا دمرت الدنيا وهتلاقوا على فكرة حلقة كثيرة في الجزء الاقصى اليمين فوق هتلاقوا حلقة كثيرة طبعا نحط نقطة كده على الضاي الاساسي او على البروسيسور الاساسي بتاع الشاشة سوري الكارت الشاشة هنحط نقطة كده صغيرة ونبدأ ان احنا نفردها واحدة واحدة وعلى فكرة نعمل حلقة بتفصيلية عن الموضوع دوت هتلاقيها ان شاء الله على القناة هحاول احطها لكم فوق على اليمين زي ما قلنا في حرف الاي هتلاقي حاجات كتيرة كده احنا غيرنا هون زي ما انتم شايفين غيرنا السيرمل باتس ده طبعا شيء مهم جدا بس زي ما قلنا للكروت الاديمة ايو عيكون كارتك جديد مش جايب لي 3060 ب15000 جنيه ولا جايب لي 4060 ب17000 جنيه وتقول لما غير له السيرمل باتس عشان درجة درجتين لا دوت لقيت درجة حرارته عالية جدا بتوصل لحد تمانينات لما غيرت له ما شاء الله درجة الحرارة وصلت ل 65 ولا حاجة زي كده على اقصى الاعدادات اه تعالوا كده هنفرده بقى واحدة واحدة بنروحها كده واحدة واحدة بقى اي ورقة اي وعد دي بحاجة حديد ولا تقول بحاجة بلاستيك الا بقى لو هو السيرمل بات نفسه او المعجول الحراري معاه اه يعني حاجة بلاستيك تفرده بها لأ حاجة ورقة كده خفيفة تبدأ تفرد واحدة واحدة والموضوع بسيط على فكرة وممكن تتضرب فكروته قديمة يعني هات كارت قديم لو عندك حاجة قديمة وتتضرب فيها بحيث ان انت لو حبيت بعد كده واحتاج بقى كارت كبير ان انت تعمله يبقى برضو فاهم كل حاجة مش بادئ الموضوع اول مرة تعمله اه طبعا زي ما قلت لكم السيرمل بات دي انا جايبها من المول البستان والنكتوة ده ده كنت جايبه من مول السخاوي اللي في مصر الجديد طبعا برضو خلاص هو الحمد لله حطينا كل حاجة تخلي بالك بقى وانت بتربط وانت بتربط خلي بالك ان انت تربط كروس يعني مش تربط واحد واثنين ده مع العكس بحرف الاكس كده عشان تضمن ان الهيتسينك طبعت او قفلت كويس على البروسيسور بتاع كارت الشاشة نفسه لان كارت الشاشة خلي بالك يعتبر كمبيوتر كامل لوحده كارت الشاشة يعتبر ماظربورد وعليها بروسيسور وعليها رمات وعليها الطاقة بتاعتها فيعتبر كمبيوتر كامل مع نفسه الكارت الشاشة ده ولذلك اسعار كروت الشاشة غليه جدا يعني في كروت الشاشة ممن مؤخرا بسألها الحاجة الى 120.000 جنيه في نسخ معينة وصلت لمية عشرين الف جنيه في نسخ وصلت لتسعين الف جنيه في نسخ وصلت لمية تمانين الف جنيه فزي ما انت شايفين اهو انا بربط كروس ده مع ده وده مع ده حاول احط لكم ارقام برضه بحيس ان انتو تبقوا عارفين اه كل حاجة وان شاء الله اه تابعونا في القناة بنكلم في موضوعها كتير جدا هتلاقوا كل المعلومات اللي انتو عايزينها فاقصى اليمين فوق في حرف الاي اه اي حد عايز حاجة يبعثينا على قناة وان شاء الله نقدر نصعيتكم والسلام عليكم ونحوط اللي وبركاته